برضو عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم النهاردة في حاجات كده لما تشوفها تعرف الغرض منها الحمد لله خلال الفترة السابقة الاهلي من الواضح ان هناك استقرار اداري كالعادة يعني واستقرار فني مع مارسر كولر ونتائج واقسة طبعا في 6-7 مباريات للعبهم واحتلال القمة بعد مرور 3 اسابيع بتحقيق العلامة الكاملة وبداية جيدة وان شاء الله اللي جاي كمان افضل بكتير ان شاء الله يعني كل ده طبعا خطر على بعض الناس لانهم عارفين ان الدوري ان شاء الله ان شاء الله يكون راجع لبيته المحبب فلازم دايما نطلع اشعاعات بشوية مشاكل علشان نعمل قلق ولو حتى على مستوى السوشال ميديا لان اللي في الفريق النادي الاهلي دلوقتي واللي عارف اللي بيحصل جوه النادي الاهلي يبقى عارف قد ان هناك حالة من الاستقرار كبيرة جدا داخل النادي الاهلي حالة من الاستقرار الفني حالة من الاحترام والحب المتبادل ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين فمثلا بعد مرور 3 مباريات فقط شفنا نص الفرقة حتمشي محمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد وبعدهم حسين الشحات ومحمد هاني انا بكلم حضراتكم وهو بالاسماء لان كل هذه الامور اشعاعات عمالة تتقال خلال الفترة اللي فاتت هو معنى ان محمد محمود او زياد او اكس من الاسماء او اسم من الاسماء يطلع لو طلع خلي بال حضراتكم كل حاجة بتتغير في تمرينة ليه؟ لان الرجل اللي موجود ده مستر كولر بيتابع اللاعبة كلها بنفسه وبيتابعهم تفصيلة بتفصيلة تفصيلة بتفصيلة ناس قاعدت تحلم وتكتب آآ كلام كتير جدا عشان يعملوا اي قلق شايفين ان قطر النادي الاهلي منطلق ومحدش ان شاء الله حيقدر يوقفوا فلازم نعمل قلق لازم نعمل شوية قلق لازم نقول ان حسين الشحات حيمشي وان محمد هاني حيمشي وان زياد طريق حيمشي وان محمد محمود حيمشي ومش عارف مين زعلان من اللي ما بيلعبش ومن حيعمل مشكلة الفترة اللي جاية لو ما لعبش وكلام بهذا القبيل فلي الحمد لله ماشي كويس علاقة المدير الفني باللاعبين على افضل ما يكون اللي بيلعب واللي مش بيلعب الكل على قلب رجل واحد وبدأنا فترة اعداد جديدة والراجل ده عارف شغله كويس مكمل في تجهيز شغله على افضل ما يكون راجل سافر اجهزة قصيرة 3-4 ايام راح ظهر اسرته ورجع في معاده مجهز خطته للفترة القادمة بدون اي تأخير شايفين التدريبات بنجيبها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الاهلي من يوم ما رجع وبكرة التدريب مثلا على فترتين كل الشغل ده ما هو خلي بالحضرتك انا كمنافس للنادي الاهلي اي منافس للنادي الاهلي بيعمل ايه بيشوف ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي هناك حالة من الاستقرار الاداري رئيس النادي الاهلي كان عنده تعبان شوية وراح يعمل شوية فحوصات بقاله شهر ونص رجع انبارح تخيل حضرتك ان الامور خلال الشهر ونص كانت بتدار بشكل رائع ايضا في ظل غياب الكابتن محمود الخطيب في ظل غياب الكابتن محمود داخل الكابتن محمود كان غايب ان هو ما كانش موجود وبيجي النادي كل يوم ولكن كان على علم كل حاجة بتحصل في النادي خلال شهر ونص فالناس قالت لك ايه ده هو النادي الاهلي حيفضل ماشي كده كويس لازم نقعد نخبط شوية في ناحية اليمين ونخبط شوية في ناحية الشمال عشان نعمل اي ازمة عشان نعمل اي ازمة لانه مفيش ازمات الرعاية زي ما حضراتكم شايفين انا تكلمت قبل كده مع حضراتكم في قصة الرعاية قلت لكم النادي الاهلي وده بدون يعني كل الاندية الشعبية على دماغي وكل الاندية على دماغي من فوق ما عنديش اي مشكلة مع حد لكن هذه هي لازم حضرتك تعرف الحقيقة ما تطلعش تمثل على الناس وتقول انا مش عارف ايه وانفعش رعاية النادي الاهلي هي الافضل في كل شيء هتبقى ضعفين او تلاتة او اربعة من اي حد تاني مش بقول كده انا بفتخر بنادية ومبسوط بنادية طبعا لكن انا مش بقول كده عشان اتنطط على حد لا لا انا بقول لان هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة الواقعة قدام كل الناس الجرار بيشد الناس ويجري طب احنا كاعلام النادي الاهلي وحضراتكم كجماهير الحمد لله والشكر لله عندنا ثقة كبيرة جدا في فريقنا وفي جهازه الفني وفي اقدارته ولن ننظر لهذه الاشعاعات لانها اشعاعات مغردة انا قلت لحضراتكم قبل كده كتير ويمكن كانت الناس بتهجبني او بتنتقد ان انا بطلع اتكلم بعض من جمهور النادي الاهلي الحقيقة وانا طالما جمهور النادي الاهلي بينتقد بيعنديش مشكلة خالص على دماغي من فوق مفيش اي مشكلة خالص ولكن الحمد لله كان بيظهر ان الكلام اللي احنا بنقوله هو الكلام الصحيح دلوقتي مصر كلها بتتكلم عن ان اراحة القرار العبقاري والتاريخي اللي خدوا مجلس ادارة النادي الاهلي وادارة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب باراحة اللاعبين الناس كلها احنا من اول يوم من اول معرفنا القرار ده قلنا لحضراتكم ان ده قرار ما ننتظرش نتائجه دلوقتي في ساعتها ولكن ننتظر نتائجه في الفترة اللي جاية الحمد لله والشكر لله كل الناس دلوقتي بتتكلم في هذا الامر فالحمد لله الناس اللي كانت بتنتقد الكلام اللي احنا بنقوله كانت والله يرجعوا يكلموني وبعتولي يقالولي يا كابتن اسلام انت رجل يعني النادي الاهلي بيقول لنا المعلومات الصحيحة او قناة النادي الاهلي بتقول لنا المعلومات الصحيحة فعمرنا ما بنجدب عليكم صدقوني لو في حد حيمشي حنطلع نقول لحضراتكم ان فيه ناس حتمشي يعني ايه؟ ما هو الناس حتمشي وحيباني ان هم حيمشوا فحنطلع نقول الناس دي حتمشي لكن حتى الان صدقوني الرجل مارسيل كولر يعني لسه ما عادش مع كابت الخطيب الايام القادمة حيقعد مع كابت الخطيب يقول له انا عايز فلان مش عايز فلان عايز اللعيبة كلها عايزين يجيب لعيبة تانية من بره عايز لسه فاللي عملين يتكلموا وعملين يقولوا دول الغرض الرئيسي والحقيقي في هذا الامر شيء واحد فقط احداث ألا وبعدين بلي وبينكو يعني لما نيجي نقعد نفكر احنا كجمهور بقى هو راجل ده يعني ممكن يلعب بخمستاشر واحد في الملعب هم احداشر اللي بيلعبوا حارس مرمى وعشر لعبين مش مطلوب يعني مطلوب منه انه هم دول اللي يلعبوا وسابعة برة في اللي قاعدين على البنش لكن اللي عايز يعمل لك ازمة حيقول اي كلام تاني ولكن احنا عمرنا ما حنسمح بهذا الامر لانه امر غير طبيعي غير طبيعي اتمنى يا رب ان حضراتكم دايما تكونوا في ظهر نديكم وده العادي او ده اللي انا بشوفه ان كل جمهور النادي الاهلي بيبقى دايما في ظهر ندي وواقف مع ندي اتمنى ان حضراتكم لما تعوزوا اي حاجة من خلال الاعلام الرسمي للنادي الاهلي هتلاقوا كل حاجة موجودة والله يصدقوني اسألونا واحنا هنرد عليكم اذا كان هنرد هتلاقونا بنرد على حضراتكم كل حاجة بنقولها لحضراتكم بنحاول على قد ما تقدر ان هي تصل لكل جمهور النادي الاهلي لا تنظروا الى الاشاعات ولا تنظروا الى القلق ده لسه خلي بالكم الفترة اللي جاية لان ما فيش حاجة مباريات ولا بتاع الدنيا هادية فهتلاقي فيه قلق كتير عشان النادي الاهلي يبتدي بقى اللعبة تفكر وتروح هنا ودمغه يروح هنا ودمغه تروح هنا فدايما جمهور النادي الاهلي بيقف مع ندي في مثل هذه الظروف